السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسباح الخير عليكم. كنتمنى ان الفيديو دي اللي يجبركم فيه احسن الاحوان ان شاء الله رحمة الرحيم. اليوم احنا يا ثمانية وعشرين دول قعدة على فرمية ثمانية وعشرين هجرية. البوافق كذلك ثمانية وعشرين يونيو الفين واثنين وعشرين ميلادية. فالفيديو هدا غادي نهدروا على اه الاعلان دي العربية للطيران. هو في صراحة هاد الاعلان هدا مهم جدا. اه كنخصي كل شركة الطيران كنخصي تعمل هاد الاعلان خطوط الملكيه المسافرين دي الريان اير دي الويلين دي الامستر دي الترانزافيا عفوا دي ال اير فرانس دي ال ايبيريا دي ال بريتش مهم جميع المسافرين كنخصي يعملون هاد الاعلان هدا ولكن المهم عملات سوى العربية للطيران فاعتبروه موجه لجميع المسافرين اللي مسافرين من هاد المطارات التالية بالخصوص بروكسل زفانتيم امستردام دي الاشخيبول وكداليك لندون قاتويك او باريس الشغل دول. غادي نشوفوا شنك يقول الاعلان من بعد غادي ندوزوا السؤال جوابوا للتعليقات دي لكم بالنسبة للناس اللي اه عندهم شي سؤال ولا شي تعليق خصوصا للفيديو دي البرح دي الباب سبسة كان يعني فيه كثير ما يقال. فعلى بركة الله ندخلو. اه ما في خليناش نسجلو. اه دابا. اه احنا يا. فا اه بعدها كما قلنا عفا العربية للطيران كاتقول. يعني بسبب الازدحام في المطارات التالية واللي هي اه براسل زفانتيم يعني بروكسل اه زفانتيم البروكسل مشي شرلوروة. اه امستردام شخيبول بتاعية الحالي الامستردام. واللندون غاتويك الناس اللي مرجع من غاتويك. وكداليك باريس شارل دول. فبسبب هاد الازدحام هادة شنو كاتقول العربية. يعني ابتداء من غدا تسعود وعشرين اه يونيو. فغادي يبدو يفتحوا ليكون طور دي التجيل غادي يبدو يفتحهم على ثلاثة ساعة ونص قبل الرحلة. يعني غادي يبدو يفتحوا بكري يعني قبل ما تبدأ ما تخرج الرحلة. علاش غادي يعملوا هاد الاجراء هادا? غادي يفتحوا ثلاثة ديال الساعة ونص قبل خروج الرحلة. وغادي يشدوا ساعة ونص. باش الواحد يجيب كري ويعني ويعطيك الوقت انك تبشي من الكونتور ديال التجيكن حتى الباب الاركاب. فكما شنا مؤخرا يعني جميع المطارات بدون استثناء سواء اللي كانوا عامل الادرابات او اللي ما كانوش عامل الادرابات فسبب نقص العمال وهو كذلك بحال الادراب غير مؤعلن. فاااا يعني كي الناس كتفوت عليها الرحلة. كان شركة الطيران اللي كيتننوا الناس ديالهم وكان شركة الطيران اللي ما كيتننوش. واصلا ده بشركة الطيران مقاوش كيتننوا بزاف. علاش لان عندهم رحلة اخرى. فبالتالي بعد الاحين كيفضلوا انهم يخليوا عشر عشرين ديال المسافرين ويمشيوا باش يوصلوا للمطار الوجهة الاخر ومالتالي يشبروا الرحلة الثانية ولا الثالثة باش ما يبقاش يعني ما يبقاش داك الروطار بحل القرة ديال تتلجم قوله داك داك التأخير ويمكنوا عندهم الروطار في النهار آآ كامل فبالتالي لا يجهز يكون باخير. هما هنا قالوا ثلاثة ساعة ونص. يا في الصراحة الوقت دياله هو واربعة ديال الساعة. انت غادي في جزء مسافر. في يفضل انه في العشرة ديال الصباح تكون في المطار. مسافر في العشرة ديال الصباح. فاحسن حاجة ساو نص ديال الصباح تكون في المطار باش يعني ما تخليش آآ المجال للاخطاء او اللي نقوله للتأخيرات لانه في الاخر اللي عيد عفل بيه هو انت آآ الشركة خصوصا اللي عملت هات الساعات وما جيتش في الساعات ديالك راه لا شركة ما قد تتحملش المطار. كتقول لك المطار ولا كيتحمل المسئولية آآ مع فو المسئولية والمطار طبيعة الحال ما امروك يتحمل المسئولية دي ما يخليك مع الشركة رغم ان الشركة عند الصح. المطار هو اللي خصوص يعملت سهيلات باش انت توصال للباب اللي اركب ديالك في الساعة. و لكن في الول والاخر المسافر هو اللي يعني كيبقى ضاياع في الرحلة دياله. فايدان يا اخوان جميع المطارات حاولوا تمشي وبكري. هنايا في مادريد مثلا. فاليوم ثمانية وعشرين وعشرين ثلاثين كان الاجتماع ديال آآ ناطو ديال حلف الناتو حلف الاطلسي. فبالتالي كان طرق طرق مقطوعة الى المطار ديال مادريد بارخاص. كما قد شوفوا الطرق مقطوعة الى مادريد بارخاص. آآ ما ديرينش الساعة بالطبس. طبعة الحل الاسباب امنية ما غادش يقولوه الساعة اللي يعدي تكون فيها الطرق مقطوعة. ولكن آآ كذلك يعني ينصح ان المسافرين لي آآ مشين مسافرين من مادريد بارخاص يخرجوا بكري بزاف. واهم نصيحة مغير بكري هو انك تشبر يعني اما تمشي في المترو او لا في الترن. فالترن كي وصل حسن بالنسبة للناس اللي ماشيين مع ايبريا ولا مع الخطوط الملكية الماريوية فكي وصل حسن وكذلك آآ كي المترو اللي كي خليك في تي واحد جوش تلاتة بنسبة للناس اللي يمسافرين مع ريانير ومع العربية للطيران. المهم فهد آآ نكون سارينا الفقرة اللي اولا ده اللي هي آآ ديال الازدحان في المطارات ويعني الاعلام ديالكم باش توصلوه بكري للمطارات. وده بغضي ندوزل سؤال جواب ونشوفوه خاصة التعقب على الفيديو ديال البارح. آآ سؤال اللي يجازيكم باخير والدي عنده خمستاشر سنة عملجوا جرعات واشي ضروري يدير جاوبني لا رحمكم. لا ماشي ضروري يعمل كما اقل دائما. لاطفل اللي باقي ما وصلوش تمنتاشر سنة فهم غير مجبارين لا بال 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 بالالسفر للمغرب ولا بالجرعة التعزيزية لان القانون مكيت محلمش انها يعملو زيكا الجرعة آآ المعززة ولوجود الجرعة التالي اللي عايدخل للميناء في الكار واش يدخل داخل الميناءة عادي شری لبييوñ الا ضروري ينشري واقبل. آآ و بايك انتي مسافر او لمسافرة في الكار نور مار مو راح كاتشري لبييك كومبلي راح بيها دي Rugby وكاتشري ديال يعني لو قنتي مسافر في الكار او Islam مسافرة في الكار اللي غادي يدك تل المغرب. راقي يكون البيي كومبلي فيه ديال الباخيرة وفيه ديال يعني ديال الكار. اللي لو كتكت قد عجي في الكار مش بلاسة لتم بكم بعد عدك تكمل في الباطل على رجلك. فاذاك امر اخر. هذيك راك قول ما كتدخل الميناء شوية راك ينتمك اا يعني الناس اللي كيبيعوا البيي. السلام عندي بنت سبعتاشر سنة مقطعين فريانير وعمل رجباكونات. فاتت ربع شهور واش تعمل بيسير جوابني الله رحمة لكل وريدي. شوف الى كانت سباقة ملحقتشي ثمنتاشر عام بدك جز جرعات كتسافر لان القانون يمنع الجرعات التعزيزية اقل من ثمنتاشر سنة. اا قبل ما انقرأ هالت تعليق هذا الله جزيكم بي خير كل واحد يعمل القانون اللي خصوية تعمل. اتفقنا. دبعا نقرأ هالت تعليق هذا ولكن اا مش بالضرورة يعني بان هذا هو القانون. اا شيء لا يقبله العقل كتقول للمسافر للمعلقة ولا السيدة المتابعة. شيء لا يقبله العقل كل واحد يحكي حكاية يوم استبت بني سفر من بلجيكا للمغرب مع طائرة العربية. قبل السفر عملت له تحليل البسير لما ذهبت معها للمطر لاحظت انهم لم يطلبوا من اي احد البسير. وصلت دور ابن التسجيل سألت الموظفة. سألت الموظفة يعني سجلت الموظفة واش تلغى البسير قاتلي نعم. لكن الخطوط الخطوط المملكة المغربية ما زالت تطالب به. قلت لها دعت في خمسين اورو قاتلي ما تسقش بيهم في اي وقت يغيروا رأيهم باقي عائلتي سيسافرون وانا في حيرة واش يعمل البسير ولا لا. اا اختي بحال اللي قلت لك. مليكن الشك مش قصد شنو اللي يباين. اللي يباين هو انك تعمل البسير للأسف الشديد. اا طبيعة الحال ماشي سهل الواحد يدي على يدي على الفلوسه ولكن اا للأسف هاتش اللي كاين في هدفة ساعة دي. اللي ابنك تقول هات سيدك لمها معقول هدي اللي سفرت بسبتة وهاتش اللي كان نقول دايما لو واحد يشوف القانون ما يسمعش الهضرة ديه للناس لا يسره. جاود كيقول اا اختي كل واحد وزهرو اليوم مسافر خويا على سبتة عنده جرعات داز ما قالوا لو والو او ضغياء خرج من سبتة ما كينشي زحم. مهم. الحمد للاخ يجاود على السلامة ديال الاخ ديالك. اا اخوان مشيوا ما هو مكتوب والامر اللي واضحة. ما يغامرش الواحد باش يدخلوا للمغرب يدوز العطلة دياله كما كما خطط له وكما بغايدوز هاتش اللي كاين. حتى هنا نكون وصلت لاخر ديال الفيديو ديالي. شكرا بزاك في لحظة المتابعة كما دائما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.